بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد نواف النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرات من الشك والتهم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم وعلى آل وأصحاب وأزواج وزرية وأمة وأفضل أمم أهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانية المجربة مستعينين بالله سبحانه وتعالى ثم بكتاب العظيم القرآن الكريم وبأسماء الحسن العظيمة إذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة الكريمة فضلا وليس أمرا أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وكومنت وليك وشير ليصلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله تعالى وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد فإلى فائدة اليوم نبدأ على بركة الله عنوان فايدتنا إن شاء الله النهاردة صورة تقضي على الشحر الشحر والحسد في البيت وتبطله وتحمي بيتك وأهلك وأهلك من الشرور ده عنوان فايدتنا إن شاء الله النهاردة هذه الضرة النفيسة هي من الضر النظيم في خواص القرآن العظيم يا جماعة الخير النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا للغاية وهي صورة عظيمة قصيرة جليلة الشأن عظيمة البرهان للقضاء على السحر والحسد في البيت وتبطله وتحمي بيتك ونفسك وأهلك من الشرور الموضوع ده هيفيد كل حد بيبحث عن الأمان والحماية لبيته ونعيلته من شرور السحر والصحراء لعنهم الله والحسد والعين والنفس ونظرة السوق خلينا نتفق أن السحر والحسد من الأمور اللي ممكن تأثر على حياتنا بشكل كبير وسلبي للغاية ومش كلنا بنعرف الحلول أو الطرق اللي ممكن نستخدمها لتصدي ومواجهة المشاكل دي لكن بفضل القرآن الكريم والصور والآيات العظيمة اللي فيه هتلاقي الحلول والأمان بإذن الله عز وجل وأكرر الاعتقاد لابد أن تعمل الفائدة بإخلاص نية وصفاء قلب لله عز وجل فبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد هنتكلم عن الطريقة الصحيحة لخطوات عمل الفائدة خطوة بخطوة اتبع الفيديو للنهاية لتتعرف على الأوقات المناسبة لعملها والطريقة بتاعتها اعملها بعد صلاة العشاء في أي يوم تشاء أو الأسبوع أخر أو الشهر العربي أخر أي يوم تشاء بعد صلاة العشاء أولاً أخراج صدق صدق بقدر ما تستطيع لا يكلف الله نفساً إلا وسعى على قد تقطك يكش كن خبزة رغيف عيش على قدر تقطك ثم صلاة ركعتين لله تعالى بخشوع تام بنية قضاء الأمر من الله عز وجل ثم إحضار أربعة لتر ما أو يذيد وضع فيهم سبع ورقات صدر وسبع حبات ملح خشن مش ملح الطعام الملح الخشن وقطرات من المسك وترش في أربع أركان البيت من أعلى إلى أسفل من فوق لتحت قبل صلاة المغرب بنصف ساعة لمدة سبعة أيام متصلة بعد قراءة الآتي عليهم الاستغفار أستغفر الله العلي العظيم الحي القيوم لظلم وجرم وأتوب إليه سبع مرة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين كان مرة يا أبو محمد سوى مرات ثم تلاوت اسم الله جبار ولكنك بتنطأه بيا النداء يا جبار بسر قوة عدده متين وستة مرة ارجع لجداول الأعداد الكبرى والوسطى والصغرى في فيديوهات الشورتز رفعهم لك على القناة بفضل الله قناتك غنية جدا بالمعلومات المجربة القيمة المفيدة ثم جاء دور الصورة الكريمة القصيرة المباركة وهي صورة الكافرون واحد واربعين مرة ثم هذا الدعاء المبارك القصير مرة وحدة الدعاء 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 يا حضرات هو اللي في طلبك اللهم يا جبار يا كاهر كل شيء أسألك ببركة الصورة الكافرون أن تطرد كل سحر وحسد من بيتنا وتبعد عنا كل شر يا جبار يا عظيم القوة اجعل بيتنا ملازا آمنا ومكانا للسلام والطمأنينة احفظ أهلنا من كل سوء وشر وبارك لنا في رزقنا وصحتنا ببركة صورة الكافرون نسألك يا رحيم أن تحمينا وتجعلنا في عنايتك وحفظك الدائم يا جبار السماوات والأرض أزل عنا كل ذيق وهم وأمددنا بحمايتك ورعايتك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم توكلوا على الله وعملوا بهذه الجوهر القرآنية النفيسة لحماية بدكم وتطهيره من الحسد والسحر بإذن الله أكرر وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد والتوفيق إن شاء الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة التواصل معي على الوطس الكشف والعلاج الروحاني فقط وليس للتعارف والدردشة أو الاستفسار من عشر صباحا إلى تمانية مساء يوميا معدى الجمعة بتوقيت مصر وفي أمن الله وحفظه ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته